هذا وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أنه اتفق مع نظيره الفرنسي على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي يتناسب مع عدد السكان في القطاع وأشر الرئيس السيسي إلى أن مصر حريصة على العمل مع فرنسا لنزع فتيل الأزمة وإحلال السلام نقطة أيضاً توفقنا على أن نعمل فيها بجد وهي إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم الذي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع والنهاردة نحن نتكلم من 7 أكتوبر لغاية النهاردة تقريباً دخلنا في 15 يوم والقطاع تحت الحصار الكامل وبالتالي قطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه وده أمر كان ليه تدعيات كبيرة جداً على الحالة الإنسانية داخل القطاع وإحنا قلنا أننا هنا متوافقين أيضاً على أهمية أننا نتحرك في إدخال مزيد من المساعدات وهنا أسجل شكراً لفخامة الرئيس لأنه وعد بإرسال سفينة مستشفى لتقديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها من المصابين الفلسطينيين